البحث الآخر للأستاذ المساعد الدكتور حيدر زوين في بحثه الموسوم البيئة الإسلامية في منهج الإمام العسكري عليه السلام وأقواله فليرتقي المنصة محفوفاً بالصلاة على محمد وآل محمد الأستاذ المساعد الدكتور حيدر عبد الحسين زوين من جامعة الكوفة تخصصه في الآداب له الكثير من الدراسات والبحوث وتقييم للأطاريح والبحوث يناهز المئة ونيف منها وكذلك لديه المشاركات العديدة والوفيرة في المؤتمرات والندوات وورش العمل وكذلك البحوث المنشورة في المجلات المحكمة الرصينة فليتفضل بإلقاء ملخص بحثه مشكوراً بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين في البدء لابد من تقديم أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى العتبة العباسية المقدسة متمثلة بالمتولي الشرعي السيد أحمد الصافي نسأل الله أن يمنى عليه بالصحة والعافية وأن يديم هذا التجمع الإسلامي التجمع العلمي الكبير من أجل خدمة العلم خدمة المجتمع في خضام الإرهاصات التي يعاني منها المجتمع العراقي في ظل هذه الظروف عنوان البحث البيئة الإسلامية في منهج الإمام الحسن العسكري عليه السلام وأقواله هيكلية البحث قسم هذا البحث على مبحثين سبق بمقدمة وختم بخاتمة فضلا عن قائمتين الأولى أوضح فيها الباحث هوامش البحث والثانية جاءت لذكر مصادر البحث التي استعاني بها الباحث ضمت مصادر البحث ومراجع وسم المبحث الأول بالبيئة الإسلامية من منظور أمة أهل البيت عليهم السلام ووسم المبحث الثاني بالبيئة الإسلامية في منهج الإمام الحسن العسكري عليه السلام وأقواله طبعا للتوضيح مفهوم البيئة اختلف لدى الدارسين يعني أول من ذكر مفهوم البيئة هم علماء الاجتماع ومعظم علماء الاجتماع ذكروا أن البيئة تحمل مفهوم واحد وهو مفهوم المكان بعد علماء الاجتماع أيضا جاء تعريف آخر للدارسين ذكروا أن البيئة قد تكون المكان زائد الزمان طبعا موجود هذا التعريف لدى الدكتور شوق الضيف في كتابه تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي حينما تحدث عن أثر البيئة في الشعراء يعني أن البيئة تستبغ أو يستبغ بها هؤلاء الشعراء وتبدو في أشعارهم في قصائدهم يعني على سبيل المثال يستشهد بشعر حسان بن ثابت وكيف أنه اختلاف البيئة في الجاهلية هو عاش ستين قبل الإسلام وستين بعد الإسلام حسان على معظم المصادر بمعظم المصادر فشعره قبل الإسلام اختلف عن بعد الإسلام بسبب اختلاف البيئة وهذه البيئة أيضا شملت المكان والزمان البيئة أيضا قسمت على قسمين منها بيئة داخلية وبيئة خارجية أيضا البيئة لها أنواع منها البيئة الثقافية البيئة السياسية البيئة الاجتماعية وغيرها من التقسيمات البحث هنا انطلق من ثيمتين رئيسيتين أو أساسيتين الثيمة الأولى هي البيئة الإسلامية والثيمة الأخرى هي المكمل وهو الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه في أقواله وفي منهجه استعان الباحث في إكمال متطلبات هذا البحث بمجموعة من المصادر منها مصادر علم الاجتماع مصادر اللغة مصادر التاريخ مصادر العقيدة الإسلامية مثل ما يعني توجه المؤتمر لكي يعطى أكبر قدر الباحثين ومن أجل وجود المداخلات تثري المؤتمر ويفيد منها الباحثون سأدخل في صلب الموضوع وهو المبحث الثاني الذي هو عنوان البحث الذي هو البيئة الإسلامية في منهج الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه وأقواله أن البيئة الإسلامية تتمثل في أنه الإجابة على سؤال كيف يكون المجتمع الإسلامي مؤهلاً لأن يتجاوز العقبات والمطبات والإرهاصات التي يتعرض إليها فوضع لنا الإمام سلام الله عليه مجموعة من الإرشادات من خلال منهجه من خلال أقواله من خلال الروايات التي اطلع عليها الباحث لكي يكون مجتمع سعيد يتجاوز هذه المطبات تتجاوز هذه الإرهاصات أن يقتدي بالقرآن الكريم بسنة النبوية وغيرها كما يبين ذلك الباحث المسألة الأولى لكي يكون المجتمع سعيداً عليه ببر الوالدين يقول الإمام العسكري عليه السلام الولد إذا بر الآباء صغيراً برهما كبيراً وقوله جرأة الولد على والده في صغره تدعو إلى العقوق في كبيره المسألة الثانية التقوى والورع في رسالته التي طلعت عليها في المصادر التي نقلت هذه الرسالة يقول في رسالته إلى أسحاق بن إسماعيل النيسابوري وإياكم أن تفرطوا في جنب الله فتكونوا من الخاسرين فبعداً وصحقاً لمن رغب عن طاعة الله ولم يقبل موعظة أوليائه وكان في أحد أدأيته يقول عليه السلام اللهم عني على استخفارك واستقالتك قبل أن يفنى الأجل ويقطع الأمل وأسألك بنجاح العمل قبل انقطاع الأمل المسألة الثالثة التواضع ونبذ التكبر قال الإمام الحسن العسكري روحي له الفداء من التواضع السلام على كل من تمر به وجلوس من دون شرف المجلس وهو يقول في موضع آخر كما نقل ذلك صاحب كتاب قصص الأئمة وكان يستقبل الناس بكامل المحبة وبوجه طليق الصبر المسألة الرابعة أو الميار الرابع لكي يكون المجتمع سعيدا متجاوزا لكل المحن والمصائب التي تمر به الصبر على المكاره والشدائت يقول عليه السلام الصبر بودقة الإيمان وبوابته وفي موضع آخر الصبر هو ثبات نفس الأمارة بالسوء وعدم اخترابها في المصائب والشدائت وهو يصف الصبر في موضع آخر يقول هو احتمال مكاره من غير جزع وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب المسألة الخامسة أو المعيار الخامس الكرم موجود يقول أحمد بن محمد بن يحيا كنت في شدة فردت أن أطلب من الإمام العسكري عليه السلام عدة دنانير فلما صرت طبعاً هذه مسألة عدة دنانير ودنانير عدة يعني فهموها أساتذتنا موجودين دكتور علي للأساتذة تقديم عدة إذا كانت المبلغ مجهول يقدم يعني عدة دنانير مبلغ مجهول لا يعرف مقداره إذا يقول دنانير عدة معناه أنه المبلغ معروف فهم ما يعرف المبلغ يتساءل فلما صرت إلى منزلي وجه إلي مئة أو ماء دينار وكتب إلي قائلاً فلا تستح ولا تحتشم مطالبتها فإنك ترى ما تحب المعيار السادس حسن الخلق يقول الإمام الحسن بن علي العسكري روحي له الفداء في تفسيره لقوله تعالى هدى للمتقين يقول عليه السلام هم الذين يتقون الموبقات ويتقون تصديد السفه على أنفسهم حتى إذا علموا ما يجب عليهم عمله عملوا بما يوجب عمله بما يوجب لهم رضا ربه وقوله عليه السلام كفاك أدباً تجنب ما تخره من غيرك وقال أيضاً سلام الله عليه بئس العبد أن يكون ذا وجهين يطري آقاه مشاهدات ويأكل غائباً ومن أجوبة الإمام روحي له الفداء حول سؤال من أحد الأشخاص في قوله سأله أحد الأشخاص لماذا خلقنا الله عز وجل؟ فأجاب عليه السلام للعلم والعبادة وقد استشهد بمجموعة من الشواهد آيات القرآنية التي تثبت ذلك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولا أدعي الكمال في هذا البحث فالكمال لله عز وجل والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسنتم أشكر الدكتور على بحثه القيم لكن أكت تساؤل تفضلت أن البيئة الإسلامية خصوصا في قضية حسان أنها مؤثرة في بناء الشخصية في بحثكم هذا لم يتضح أن البيئة هل تقصدون بها أنها مؤثرة في سلوك ومنهج الإمام الحسن العسكري أم أن الإمام سلام الله عليه هو الذي أثر في بيئته جزاكم الله خير شكرا جزيلا للدكتور أنا أعد أو أعتبر مصطلح البيئة الإسلامية من أخطر المواضيع التي طرحت في هذا المؤتمر على حد متابعتي للجلسات وبيودي أن أثير تساؤلا يجيبوني عليه الدكتور إن شاء الله يوضحنا مصطلح الأسلم أو التبيئ يعني القرآن نقل صورة الحج في الجاهلية وما كان حجهم عند البيت إلا مكاء وتصدي ثم أسلم وتحول إلى هذه الصورة المباركة الشرعية المحترمة في طريقة الحج الإسلامي وكذلك الصلاة وغيرها الآن نحن مع بيئات متعددة وكما أشر الدكتور التواصل من خلال التقنيات الآن أصبح فيه الدخول إلى كل البيوت وكل العقول قضية يعني مفروضة أقول هل البيئة الإسلامية متقاطعة مع البيئات الأخرى أم لديها وسائل تستطيع من خلالها أن تضع شبكة أو منافذ مؤطرة إسلاميا من أجل ترجمة المفيد أو المتماثل ووضع موانع أو تحصين لأخلاق شبابنا وناسنا تعرف دكتور سابقا كانت المجامع العلمية تحاول أن تعرب المصطلحات وخاصة المصطلحات الأجنبية وتحولت إلى بعضها في صورتها الأجنبية ولكن أعطي لها معنى وتعريب هذا جزء من عمليات التبادل الثقافي المؤطر بأطر إسلامية أو أطر تعريبية سابقة حب ذا لو ماذا تناولت بالبحث تنورنا برؤية أو تستكمله في البحوث القادمة كل التوفيق دكتور شكرا نعم جناب الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم الرجاء من المتداخل أن يختصر في سؤاله لإضاحة المعنى أحسنت وفق الله الباحث ووفق الله القائمين شكرا على هذا المؤتمر المنتج إن شاء الله سؤالنا للاستاذ الباحث الاستاذ المساعد الدكتور يقول لابد من وضع منهج يتناسب والبيئة الإسلامية في منهج الإمام العسكري عليه السلام المعروف أن البيئة مع الوراثة هي المنتج الأساس لسلوك الإنسان وبناء شخصيته فلدينا مثال واضح لإنتاج البيئة الإسلامية هو مشاريع العتبة المقدسة برعاية متوليها الشرعي دام عزة منها التربوية والأكاديمية والثقافية والتنموية وحتى الكشفية وغير ذلك ما هي إلا بيئة إسلامية لإنتاج سلوك يتناسب مع القيم الإسلامية بصورة عامة هل للباحث منهج يضيف على ذلك مثلا أو لديه خطة واضحة لإنتاج هذا المجال إن شاء الله أو أن المسألة مجرد مقترح مطروح لكثير من الآراء شكرا جزيلا لجناب الباحث شكرا للدكتور الباحث حقيقة هذا المفهوم مهم وله دلالة وينطوي على خطورة جناب الدكتور أشار إلى أن مفهوم البيئة هي ما يشار به إلى المكان والزمان وانطلق من رؤية علم الاجتماع ورؤى أخرى ولا شك في أنه ركز على الرؤية الإسلامية أنا أطرح مفهومي ومتمثل برؤية علم النفس رؤية سيكولوجية وأبدأ بما ختم به الدكتور وهو بأن البيئة هي بالعلم وبالقرآن لا شك أن البيئة الفكرية اليوم مهمة جدا ونحتاج إلى رعايته بأن تكون مؤطرة بالقرآن الكريم وبفكر آل البيت تحديدا لأن حقا وكما قال أحد علمائنا الأجل بأن الإمام هو المنتظر لصلاحنا وليس نحن المنتظرين لظهوره متى تصلح أنفسنا وصلاح أنفسنا لابد من أن ينطلق من ذواتنا من دواخلنا حينما يكون القرآن منهجا في فكرنا وبالتالي منظومتنا القيمية منظومتنا التربوية يعني منظومتنا الأخلاقية قد استبغت بالمضمون القرآني واليوم الصراع الفكري الذي يدور ما بين الحضارات يكون المستهدف الأول منه هو المنظومة القيمية الإسلامية الأصيلة والفكر القرآني هذا هو المستهدف من أجل توهين الإنسان أولا وجعله في خانة الضعف وفي خانة أن لا ينطلق منها متحديا ومغيرا بسلوكه ولا شك في أن نتغير السلوك هو ما ينطلق من الذات أن الله لا يغير بقوم حتى يغير ما بأنفسهم شكرا جزيلا للباحث وشكرا جزيلا للقائمين على هذا المؤتمر ولا سيما سماحة المتولي السيد أدام الله شكرا جزيلا على هذا التداخل ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله السؤال الأول الذي يوجه إلى الباحث هل البيئة الإسلامية متقاطعة مع البيئات الأخرى قبل السيد يقول من مقصود البيئة نعم طبعا وضحت يعني مفهوم البيئة في المبحث الأول مثل ما سأل جناب السيد يعني البيئة هي المناخ المناسب الذي يخلقه أو يجعله أو ولده الإمام الحسن العسكري من خلال المنهج الذي اشتمل على المنهج والأقوال من خلال العنوان كيف يخلق الإمام الحسن العسكري يروح إليه الفداء بيئة إسلامية صالحة ناجحة يعني تجعل من المجتمع يتجاوز هذه الهفوات والمطبات والمزالق التي يعني تنتابه بين الحين والآخر لكي يكون ناجحا وفعالا ومؤثرا في المجتمعات سؤال هل البيئة الإسلامية متقاطعة مع البيئات الأخرى يعني حقيقة كيف يمكن أن يكون التقاطع وللأمم الأخرى مؤثرات يعني تأثر الحضارة العربية بالحضارة الفارسية واليونانية على سبيل المثال سابقا يعني هناك تأثير كبير جدا بين الحضارات من ضمن هذه الحضارات هي الحضارة العربية هناك بعض الألفاظ استعملها القرآن الكريم وهي أساسا غير عربية يونانية بالأصل يعني ليس لها جذر لغوي في المعجل هناك أثر وتأثير على سبيل المثال القرآن يعني كتاب معصوم على سبيل المثال أقوال الشعراء غيرها غيرها فإذا ليس هناك تقاطع بالكامل إنما التقاطع يكون من خلال الأخلاق من خلال العادات من خلال التقاليد التي يمر بها المجتمع تقاطع من هذا الجانب يعني على سبيل المثال كل دولة أو كل مجتمع لها عادات وتقاليد تختلف عن تقاليد الحضارة العربية من هذا الباب على سبيل المثال المحافظة وغيرها السؤال الأخير قال الدكتور هل وضع الباحث في منهجه بأن يسلط الضوء على مصاديق لبيئات تحاكي أعمال ومشاريع العتبة العباسية أو العتبات تكون نموذجا للبيئات الإسلامية إن شاء الله هذا حقيقة سأكتب عنوان وإن شاء الله إذا منحنا الله سبحانه وتعالى عز وجل يعني العمر في السنة القادمة إن شاء الله مشروع بحث لهذا المؤتمر سأكتب المشاريع المستقبلية للبيئة الإسلامية لأنه أتمد على حقبة زمنية محددة القرن الثالث الهجري الإمام حسن العسكري رحي له الفداء شكرا جزيلا للباحث الله تفضل بحاظر جعبات شكرا جزيلا شكرا جزيلا